شفت العلم ومدى احتياج الحركة الرياضية للعلم مش للمناكفة ولا للمقاوحة ولا لدايما وابدا قاعدين قصاد بعض وباستمرار نقعد نغزي برضو في المشاكل يعني على ذكر الموعيد المتشحنة ديات في الدوري يطلع حد نفس النغمة اللي متكررها بقالها 3-4 سنين ليه الأهل ما بيروحش يلعب في الإسماعيلي اشمعنا الزمالك يروح اللعب الإسماعيلي في الإسماعيلية والأهل مايروحش محدش عايز يكمل الجملة طب ليه الإسماعيلي ما بيجيش يلعب الأهل في القاهرة الزمالك بيروح يلعب في الإسماعيلية عشان الإسماعيلي بيجي يلعبه في القاهرة إذن بتلعب مباراتك في ملعبك وحيانا ما بيجيش يلعب مباراتك في ملعبك وده لا للأهل هو اللي طالب ولا الأهل هو اللي مشترط فيه ظرف عام يقتضي ده روح اسأله الجهات المسؤولة لكن أفضل التكة باستمرار ليه الأهل ما بيروحش للإسماعيلي والزمالك بيروح للإسماعيلية طب زي ما قلتلك كمل الجملة ليه الإسماعيلي ما بيجيش للأهل في القاهرة المباراتين بيتلعبوا برق يعني يبقى ده الأمر الموضوعي وده الفير لكن ماهو زي حاجات كتيرة يتقال لك إيه مين وفلان وفلان في قناة الأهل وده في جورنان كذا وده في جورنان كذا إزاي ومزايش وتقعدوا تسمعوا النغمة دي كتير جدا في حين لو كل واحد بيتكلم من دول بص حواليه بص حواليه مع الزمل اللي موجودين هلقى الزمل اللي موجودين معاه كل واحد فيه في جورنانه بيغطي أخبار الزمالك وهو موجود في منظومة نادي الزمالك وبنحترم الجميع والكل الزمرة كل التأدير لأنه ما هو نادي الزمالك أو النادي الأهلي أو أي اتحاد لما يعمل مشروع إعلامي قناة أو مجلة أو موقع حيجيب مين يشتغل يعني حيجيب نجارين ولا صحفيين ما هو في النهاية بيجيب صحفيين يقوموا على هذا العمل لكن اللي بينتقد أوضاع الأهلي ما بيبصش حاليه يبص يلاقي مثلا في صحيفة المصر اليوم حيلاقي اللي بيغطي الزمالك أو اللي بيكتب على الزمالك الزميل كريم أبو حسين لغاية النهاردة انت بتتكلم لغاية النهاردة كان بيشتغل هنا اللي هو موجود في منظومة نادي الزمالك وفي خناة نادي الزمالك ده جورنان مبارح يعني لغاية مبارح هلاقي في الوفد مثلا مين مسؤول عن تغطية الزمالك في الوفد الزميل مصطفى جويلي اللي هو مسؤول المنظومة الإعلامية في نادي الزمالك نفس الحكاية هلاقي حتى في أخبار اليوم اللي بيغطي الزمالك الزميل المنتصر الرفاعي برضو في خناة نادي الزمالك وهكذا كلهم زمل أليم كل الاحترام والتأدير بس أنا عايز اللي يتكلم يبص حواليه الأمر ما هواش قصر لا على الأهل ولا على قناة الأهل ولا على مجلة الأهل ما هو ده الوضع الطبيعي جدا لكن باستمرار تكسيف الهجوم والانتقاد للأهل من غير ما حد يبص على بقية الرقع الإعلامية نفسها أتمنى أتمنى أنه كل واحد يتكلم يبص حواليه الأول برضو من ضمن الحاجات اللي اتقالت يا بشواندس في الإعلام إلحق ده الكابتن علاء عبد العال رفض قال يوباجي ويتقال كده وكأنه مثلا لو أنت عايز تتهم علاء عبد العال أنه الراجل ساب لعيب مهم يبدأ يسأل الكابتن علاء عبد العال أو عايز تقول أن الأهل يجاب لاعب سبق رفضه من علاء عبد العال إبقى أنت هو ده مش هو حيامه بتكسر في الصفقة وتمشي وكله يرغي فيها زي ما بقول لكم لأنه مفيش حتى حد بيداءة محد عنده أمانة في النقل سيد إبراهيم كابتن علاء عبد العال نفسه سؤل هذا السؤال قبل ما تضحض هذه الفكرة فكرة أن اللعيب هوك نجي لك ما تاخدوش يتقلق في حتة تانية عالم وسائل عالم موجود تبدلكم النموذج الصارخ أتاك جنو أتاك النيجيري لا نيجيري اللي هو كان في الإسماعيلي اللعيب ده كان عنده 16 سنة وجهه مصر ملوش نادي ملوش نادي فاكر راح المريخ في بورسا راح المريخ بعدين ريسي على المقولين العرب بدأ يتقلق في المقولين العرب أبدع في النادي الإسماعيلي ده المقولين أعاره هو نفاكر وساعد عبدالباقي إعارة للإسماعيلي أو خدهم ساعدة الإسماعيلي كده لا خدهم ولما رجع تاني رجع خدهم بشكل نهائي أبدع في النادي الإسماعيلي تقلق في الخليج ثم أصبح عدوا أساسيا في المتخم ناجيري ولما جه لف عن لقدية مصر محدش انتبه له وإحنا شفنا محمد صلاح هو بيقول مين رفضني مين قابلني ممدوع عباس الراجل طلع قالك محمد صلاح ينقصه كتير عشان ندعى في الزمالك وقتها النادي الزمالك من وجهة نظر وإستاذ مبدوع عباس كان عايز واحد يعني مكتمل الخبرة يخش يشتغل مش لسه ههيأوه وينجح بعد خمس ست ستين وهي كده ورغم كده الحدوتة دي مستمره والكابتن على عبدالعال سوئل فيها نشوفه أليه حبتنا اتكلمنا عن أن حضارك اكتشفت العيبة كتيرة وأن حضرتك يعني عين حضرتك بتدي الفرص لكل الناس اللي موجودة لكن اتفاجئنا بعد ما قالي تعاقد مع آليو باجي أن الكابتن عليق عبدالعال رفض آليو باجي في يوم من الأيام مع فريد دخلية ايه بقى كتنى التواليس والحاجات اللي أنا ممكن يعني معرفاش ولا الجمهور يعرفها طعم جميل أم أن أنت ورد أثرت الموضوع لأنني اتفاجئت في يوم وليلة أن عليق عبدالعال أرفض توهرك فاكره أصلا صح أنا مش فاكره أنه نزل معي أو ما نزلش معي أساسا طب إيه اللي حصل اللي حصل أني جالي العيب في موسم من المواسم اللي هو من الموسمين كده هو شبهه شبهه تمام يعني مش هو أصلا لا لا مش هو خالص الثاني بطيء حظ حدك وحش أكبتن ناس دائما ما تحكم على حداتك بحاجات ما حصلتش أصلا لا خالص أنا أنا ويمكن أنا رضيت يعني يعني أنا عايز أعرف مين اللي رمل الكمبيلا دي تمام وعلى أي أساس أنا متوقع أنه كان في أحد اللاعبين اللي هما بطالوا خلاص كان موجود معنا في المعسكر فهو للرماه فهو للرماه وهو يحب الشوشوائي يعني بيحبك أولي بجيك أو أنه هو يعني إيه شاف الولد الأليو بجي فقالك ده ده اللي كان معنا في الداخلية وليزل معنا التبريد مش هو خالص كل ما صد يأخذ الخبر وكل ما صد أنت تعرف أي حاجة خاصة بالنادر أهلي أو الزمالك بتلاقي بتنتشف زي نارف الهشيم زي بيقول يعني فكانت بقى ده تكلم وده قال بس طبعا أنا تلاقي تكذبت الكلام بقول لنا مش هو خالص وما أعتقدش أنه هيجي للعايب زي ده بالمستوى لأنه لا هقول لا طب رأي حرك في إيه؟ العايب واضح أنه هو العايب بإمكاناته عالية ومش جاي كده عن طريق الفيديو لا واضح أنه زيلر عارفه كويس أنه كان بيشتغل في النادي إدا ورينيك ومن لمساته عنده السرعات بلعب غير الزي كويس لا واضح أنه هيبقى أضافه قوي للنادي إدا واضح من كلام حدك أن حدك مقتنع بريني فايدر كمدير فني للنادي إدا طبعاً معلش يا كابتن علاء مش أنت المقصود بهذا الأمر والمقصود التشكيفي كل ما يفعله الأهلي وصفقاته شككوا في قفشة مشربوه شككوا في كابتن بركات مش عارف إيه شككوا وهكذا شككوا في مستر فيلر إحنا بقى وروحنا كلمتين عشان الآله إين إحنا يعني يا رب تفضلوا وتستمروا وتضحكوا عنها كده على طول الرد بقى ما يكون عند مين عند اللعيم إيوه ونجاحوا وإذا نجح معك خلاص